وهذه سيدة أخرى تقول مضى على زوابي عشرون عاماً عشت فيهم حياة سعيدة ولكن جوجي مرض مرضاً شديداً أحسست بأنني لا أطيق البقاء معه لقيامي على خدمته وبيق ذات اليد عندنا فهل يبوز لي أن أطلب الانفصال عنه أم الأفضل أن أظل أعيش معه تلك المعاناة السديدة لا شك أن الحياة متقلبة بين اليسر والعشر والشحة والمرض والمؤمن الصادق يثبت على جدارته بالحياة في كل الأحوال كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شقر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له والزوجة تقر بأنها عاتت مع زوجها أياماً سعيدة عندما كان صحيح الجسم وافر السراء فهل من المرؤة والإنسانية أن تسركه في محنته لتتزوج غيره تكمل معه مشوار حياتها سعيدة كما بدأتها إن التي تفكر في ذلك تدخل تحت حكم الحديث الذي ينهى عن كفران العشير فقد نسيت ما قدمه لها زوجها من خير وتبخر بسرعة ما نعمت به سنوات شوالاً وقد صح في الحديث الذي رواه مسلم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد بكثرة التصدق لأن أكثرهن حصب جهنم بسبب كثرة الشكاه وكفران العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت ما رأيت منك خيراً قط إن الزوجة الصالحة تعين زوجها على نوائل الدهر لا أن تتخلى عنه وكفى بالسيدة خليجة رضي الله عنها مثالاً رائعاً في صدق معونتها للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والمال وبهاجر أم إسماعيل التي تحملت الوحدة وقاشت البعد والألم صاعة لأمر الله وأمر زوجها إبراهيم وبأم الدحداء التي شجعت زوجها على التصدق بالحديقة في شبيل الله وبهاجر الثقافية التي ساعدت زوجها ابن مسعود بمالها في حال إعثاره وبهاجر بن تنبي صلى الله عليه وسلم التي وفت لزوجها فخلصته من الأسر بأعز ما تملكه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تطلب الصلاق من زوجها إلا إذا كان هناك سبب قاهر يجعل الحياة متعذرة أو متعسرة ففي الحديث الحسن الذي رواه الترمزي أبو داوود أبو ماجه أي ممرأة شألت زوجها صلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة وفقر الزوج المريض إن وصل إلى حد الإعثار بالنفقة الواجبة هل يجيز لها طلب التفريق أو لا مذاهب الفقهاء في ذلك مختلفة فقيل يجبر على صلاقها عند إعشاره أو انتناعه وقيل يؤدل شهرا ثم يطلق عليه الحاكم وقيل تخير إن شاءت أقامت وإن شاءت فسخت وقيل لها الفسر ولكن ترفع يده عنها لتكتفد وليس عليها أن تمثنه من بسل كاعدها واتجاد لكل هذه الآراء طويل يمكن الرجوع إليه في كتاب جاد المعاد بن القيم الذي قال في خسام بحثه والذي تقتضيه أصول الشريعة أن الرجل إذا غرر بالمرأة قبل الزواد بأنه ذو مال ثم ظهر أنه مفلف أو كان ذا مال وترك الإنفاق عليها ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها أو بالحاكم فلها الفسخ وإن تزودت وهي عالمة بعسره أو كان موسرا ثم أعشر فلا تدخ لها وهذا رأي جميل نضم إليه أن ترفع يده عنها لتكتسب وتبقى على عصمته ولها أن تمتنع عن تمكينه من التمتع بها فإن عجزت عن الابتكتاب أو وجدت عن تمكيه فأرى أنها تخير بعد ذلك في البقاء معه أو الانتصال عنه إذا لاح لها في الأفق ما يوفر لها الحياة الكريمة الله أعلم